رغم تردد إيران في الرد على إسرائيل بعض الضربات التي تعرض لها حليفها حزب الله اللبناني والتي جاءت بعد أسابيع من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في تصريحات موجهة إلى الشعب الإيراني إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه نتنياهو اتهم في خطاب مصور الحكومة الإيرانية بدفع الشرق الأوسط بدرجة أكبر إلى الحرب على حساب شعبها مشددا على أنه لا يوجد مكان لن تذهب إليه تل أبيب لحماية شعبها وحماية بلدها رئيس الوزراء الإسرائيلي ذكر أن الحكومة في طهران تدفع الإيرانيين إلى شف الهاوية مشيرا إلى أن السلام بين إيران وإسرائيل سيتحقق عندما تصبح طهران حرة في النهاية وفق تعبيره مؤكدا أن ذلك سيحدث في وقت أقرب بكثير مما يعتقده كثيرون في غضون ذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن ترسل مسلحين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل بينما تنفذ تل أبيب ضربات على الجماعات التي تدعمها إيران في المنطقة المتحدث بإسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قال خلال مؤتمره الصحفي الإسبوعي إن حكومتين لبنان وفلسطين لديهم القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة إسرائيل لافتا إلى عدم الحاجة لنشر قوات إيرانية مساعدة أو تطوعية كنعاني نوها إلى أن طهران لم تتلقى أي طلبات من لبنان وفلسطين متعهدا بمعاقبة إسرائيل على ما وصفها بالجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الإيراني وقوى المقاومة والمواطنين والجنود الإيرانيين على حد قوله